حين يدخل الانحطاط الى بلد ما سيلقي باثاره في جميع المفاصل وعنوان الانحطاط العرقية الابرز هو المحاصصة يتم تحاصص كل شيء بدءا من الثروة الى المناصب العليا وصولا الى وظائف محورية في مستقبل اي بلد الا وهي النوافذ التعليمية التي يقع على عاتقها تصحيح مسار الخراب واي خراب يمكن ان يصلح ومسار التعليم يتراجع باستمرار كان العام 2021 شاهدا على عقدين من محاصصة التعليم وتراجعه حيث اخرج مواشر دافوس لقياس جودة التعليم العراق من تصنيفه وهي انتكازة ليست الاولى نظرا لما يمكن ان يطلق عليه بالفضائح المتوالية التي كشف احد المسؤولين واحدة منها لقناة التغيير كان هناك اكثر من ستمائة شهادة مزورة لسياسيين موجودين في العملية السياسية الحالية والصادم في المعلومة ان هذه الشهادات المزورة تعود لسياسيين وبرلمانيين لا زالوا في مناصب كبيرة واكثرهم حصلوا على الدكتوراه دون الاعدادية اي قامت وزارة تعليم العالي بمعادلة شهاداتهم رغم وجود ما يثبت التزوير وللدكتوراه قصة مثيرة في عراق ما بعد الفين وثلاثة حيث تسعى الجماعات السياسية الى الحصول عليها لتحسين الصورة والسمعة والحصول على المناصب السيادية كما يرى اكاديميون عشرات المسؤولين والبرلمانيين اختطفوا القاب علمية من ايران ولبنان والاشكالية الابرس في هذا الموضوع ان القانون يمنع مزاولة البرلمانيين لاي اعمال خلال فترة الخدمة النيابية لكن بعضهم حصل على الدكتوراه من خلال وجوده برلمانيا وهنا يكون امام اشكالين امام تقسير في العمل البرلماني او تقسير في الدراسة ولهذه القصة دائرة واضحة بعضهم لم يكمل دراسته والبعض الاخر يحصل على شهادة عالية من جامعات غير معترف بها او تقدم الالقاب العلمية بالاموال ودون حضور الطالب ثم يحصلون على المناصب التي تدر الاموال عليهم وهنا كلمة من كلمات سر الفساد في العراق وفي اخر تقاريرها عن الوضع التعليمي في العناق وموافقته على مشروع بقيمة عشرة ملايين دولار امريكي كشف البنك الدولي ان اكثر من تسعون في المئة من التلميذ العراقيين لا يفهمون ما يقرؤون وهي نتائج طبيعيا لما يفعله سياسيون وزعماء واعضاء برلمان حيث يبدأ الامر كبيرا وتتوزع اثاره في المجتمع وبين الاجيال قال احد المسؤولين للتغيير ان عدد الاميين بلغ في العام الفين وعشر نحو ثلاثة ملايين اما الان فقد تجاوز العشرة ملايين امي وبهذا المعنى تسير بلاد النهرين نحو الامي وليس محوها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة